شكراً كلام فاضي وكلام ما صحيح وكيف قال المرة شهادة الساوي نص شهادة الرجل والكلام دا كلام ربنا ربنا قال وإن لم يكنا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فالتراب أنكر الآية والأنكر حرف واحد العلم قال من كتاب الله كفر بالله سبحانه وتعالى وكفر بكل القرآن بكل الكتاب السبب الثاني أنكر عذاب القبر ودسابت بالقرآن والسنة والإجماع المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة يا عائشة إن عذاب القبر حق ومر بقبرين فقال إنهم أليعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير إلى آخره وحديث كثيرة وأنكر علامات الساعة كلها الكبرى والصغرى كلها الكبرى والصغرى جملة بعد ذلك أنكر تفصيلا قال عيسى ما نازل وقال ما في حاجة يسمى الدابة وقال ما في حاجة يسمى يأجوج ومأجوج وده كله قال كلام ناس ساكد قال وحديث ناس ساكد التراب كذلك أنكر صدرة المنتهى قال يا أخواننا ما ممكن السماء يقوم فيها صدر يا أخواننا قال وطبعا هو ينكر بدون دليل زول بليد ساكد بس ينكر ساكد يقول يا أخواننا ما ممكن يقول يضحك والجماعة المعاه يقول يضحك فالترابي ذا كافر لو فأي زول دا فعنه كذب من أجله ويعلم إن الزول دا فعلا كافر يكفر زيه أما إذا ما يعلم إن الزول دا كافر يبين له الرجل دا ما عنده حصف الإسلام أبدا الترابي وأنكر التشهد بتاع الصلاة وأنكر التسليم من الصلاة وأنكر من الجمرات في الحج وأنكر السعي بين الصفة والمروة وربنا قال إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح علي أن يطوف بهما أن يطوف بهما يعني السعي بين الصفة والمروة دا كل الترابي أنكر ما في حاجة من الإسلام الترابي أثبت أبدا وحتى شيخ شيوخ الحركة الإسلامية زي ما في الله في الصحيفة عندي الآن موجودة قال الترابي يدعي إنه نبي ورسول وانا عندي الوسيغة دي وده شيخ زاته شيخ الترابي شيخ زاته فالترابي دا ما عنده علاقة مع الدين بتاعنا دا خالص خالص طلاقا فلو زول كطب من أجله وكذا زول يعني مبتدع وضال أقل ما يقال فيه الله تعالى أعلم الليلة اليوم الخالص والعلماء من جمعية الكتاب وصلنا نعم نعم نحن باتنا وحطرنا معاه وحطرنا معاه لكن حطرنا وجلسنا معاه لكن لحد الآن طبعا أي شاب عنده درس بعد الطهر درس بعد الصرايح وحطرنا معاه وحطرنا معاه لكن ما بذكر التصوف وما بذكر الشيخ فلان إنه باطل والله الجوبة باطلة وحطرنا بعض الطهر للنساء وبعد ما درس النساء حدثنا عن صراعة الزوج وحدثنا عن المرأة التي تكون مع زوجها وفي بيتها وقال لهم في أصيلة سأل لهم عن الحجاب وعلى المرأة يتميح لشيخ الحجاب يأتون التميمة أو العجاب التميمة والحجاب الغابة سأل لهم عن التميمة وعلى المرأة يتدلِ يا شيخ وعلى المرأة يستمر يتمشي الشيخ قيام لنا أعريك دني به الأسيلة أقموم بلأه أعريك دني قل له هو يعمل حجبات ترجمة نانسي قنقر 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 عبد الرحمن حامد كله معديل كده نحن زادنا دعواتنا واضحة معديل كده بنخدها لك خلاص انصار السنة بغادي برضو عبد الرحمن حامد دي حكام بيقول لنا قال السلف لا تجلس في مجلس جلس فيه مبتدع حتى يزب حره قيل متى يزب حره يا امام قال بعد شهر أو شهرين الآن هو قاعد في الكرسيهم وشاهل الكرسي خطيفه قراصه كرسي ذاته بتاع اهل البدع لا في الآن مع جمعية حيات تراث الكويتية دار صور وفيديوات السنة ديكلة ونبيسنه اللي عقال ذاك بتاعهم وقاعد يدرسهم ويكذب في الشيخ العسيمين قال الشيخي سيد احمد سيد احمد مونو قال الشيخي سيد احمد مونو كده ما عارفه قال العسيمين لو رآاه لحمل كراسته وقلمه وجلس تحت رجلين الشيخ سيد احمد سيد احمد مونو يا خليتا ها شوالكيدو بدكيف وده كله من اجل الجري وراء الدنيا ووراء المنظمات الفاشلة الباطلة جمعية دار البر وجمعية التراث الكويتية وغيرها وده السبب اللي بخليهم ما يقولوا الحق انت قالوا ما عارفين الحق انت قالوا ما عارفينه وما عارفين كتاب التوحيد عارفين جزء منه لكن الجزء العارفين البسيط ده ذات ما بقوله للناس لانهم ناس تعبانين شكرا شوفوا اي داعية يقدم الدنيا على الدين بيبقى زول بتاع لولوة ودي نصيحة لكم انتوا زادكم اي زول دار الدنيا ويبيع دينه من اجل الدنيا ده بيبقى داعية بتاع لولوة ودعوة ما في بركة الان سجمية دينهم كم جامع في البلد دي كم جامع مئات المساجد لم تحصل الالاف من المساجد ونثمرت دعوتهم ما في ما في خالص اطلاقا ما في مدير مشروع المنظمات مدير المشاريع مدير الجهات الخيرية نائب مدير الاموال السعودية كله سجن في رمات ما في اي دعوة ما في اي دعوة خلاس والعدة سلاح عمل لك امدرسة الان كلها رغائق حتى لو اتناول التوحيد زي ما قال اخونا تناول شنو جماعة بفوق فوق حتى لما انجابوه هناك في القرية ذاته مش مره الفاتت عشان نجي يمسح قال مناظرة اخونا وبكر المساحات مرة واحدة بفضل الله عز وجل فجاء قال جاء سأله جماعة عزنا وقال سمعت جزء من التسجيل هنا مشكلة سمعت جزء من التسجيل سأله ما قال عن عبد الحي عن بتاع يتمطك خلاص وعن منوء الحالة بقال مالكم ومالو ولما نزروا في واحد شديد وشايف الناس كلهم ما شاء الله سلفين وضيط عبد الحي يديهم ما يعجبهم لكن ما لا يضر عبد الحي ما يعجب السلفين وما لا يضر السروريين وعبد الحي ده دين زاته بتاع صلطة ودين بتاع لولو مبتدع اهاتان في حاجة فأين تزعبون مش قاعد يقول كده يا اخي هلت بتتحدانا نحن ولا بتقول الحق لرب العالمين يا اخ ده كل شغل بتاع لولو ده الحي مبتدع عحمد عبد الكريم مبتدع العدسي مبتدع يال بكلهم مبتدع احنا ما قاعد نخاف من زول ومستعدين نناظر مستعدين نناظر اي زول عدسي محمد سرور ناهي بزاته سيد قطب لو قام من قبره ابليس جوله وجهنة فيهم تكلامي بالكتاب والسنة اللولو في شنو يا اخي اللولو في شنو ويسألوا عن الحجبات والتمائم يقول احرجتوني الحجبات شرك عرفته البراعي داعية شرك ومشرك وزاته والدعوة بتحت الصوفية البيض علادي دا دين اكفر من دين ابي لهب وابو جهل والمشركين الاوايل لان البرعي قال ان هذا خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله اسماعيل قال اذا حصل امر جلل ومصيبة نادي اسماعيل لانه ولي لالله وكذب ما ولي لالله وربنا قال عن المشركين في حالة المصيبة والامر العظيم فاذا ركبوا في الفلك وكانوا دارين يغرقوا دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون المشركين الاوايل ربنا قال في حالة الشدة بنادوا الله براه والبرعي في حالة الشدة قال لك خلي الله ونادي اسماعيل فالدين البدعوله الصوفية الليلة ناس محمد المنتصر الازيري شوفت كيف والبرعي والكباشي واولاده من الصوفية وغيرهم من جميع الطرق الصوفية وشيخ اللمين طب اش ماشا هولندا داك وغيرهم من الصوفية دا دين اسوأ من دين المشركين القاتلهم رسول الله بالسيف دا الجواب فيمت كلامي التمام شرك الحجبات شرك وكفر دعاء غير الله كفر ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ايزوا البدعو غير الله كافر انتهى الموضوع الإحراج بحصل لما انت ما تجاوب تقول التوحيد يا أخي لما ما تقول التوحيد انت أحرجت نفسك وأحرجت منهجك قال انت بتزع منك سلفي وما أولئك بسلفين شفت الشيوخهم الكبار والفاهمين الشغل ذي المسلفين إنهم إلا إخوان مسلمون عديل كذا التوحيد ممكن يكونوا ناس معزورين ما سمعوا كلامنا ما سمعوا الحق ما وصلوا مع كلامنا هذا ممكن لكن الناس شيوخ دكتور مين ودكتور مين ودكتور مين ودكتور مين الدرس عند الأخوان المسلمين ناس الهواري والعدسي ومين ومين وجايفرغ لنا المنهج دا والله الذي لا إله غيره دي المبتدع عديل كذا عديل كذا أفهم الكلام دا كويس ودعوتهم دي خلاصة عشان تفهمها هي دعوة الإخوان المسلمين بين قوسين دعوة الجبهجية التلون التلون مش نافع على نافع ولا على عثمان وده الأمامين الحكومة يجوز نتكلم فيهم الآن شاء لهم برة ما حكام على عثمان دا ما شاء المركز العام بتاع انصار السنة قال لهم أنتم أهل السنة وأنتم وأنتم شوى التلون كيف افتتحوا قبل قبطابة عبد المحمود دي المحمود نور الدائل قبل بعدها طوالب أسبوعين تقريبا طفشنا قال لهم أنتم أهل الإسلام وأنتم وأنتم فدين تلون دين التلون دا دين الأخوان المسلمين دا هو منهج الجماعة دي لنس الجمعية وانصار السنة شوخهم دي لده منهجهم عشان تفهم الحاصل تماما بس دي الخلاص بقدر التصوير السابت فوتوغرافي دا الشيخ العلامة سليمان الروحيلي وغير من العلمان كلهم قالوا ما بيجوز إلا للضرورة الباسبورت الرخصة بتاعة القيادة بتاع الرغم الوطني غيره الحاجة للضرورة لأنه في أصلها هشنا جماعة حرام أما بتاع الفيديو دا زول يصور ساكد الكائنات الحية بعض العلوه برضو حرموا لكن أباحوا شنا جماعة أباحوا المحاضرات وما ينتفع منه المسلمين وأما الشيخ سليمان الروحيلي قال أصلا هو فعله زي فعل شنو المرآت يعني قال ما حكم زي حكم الصور شنو السابت دي محرم قال لكن دا فعله زي فعل المرآت لأنه الصورة بتكون شنو حية ومتحركة كما هي تماما يعني والمسألة هي مسألة اجتهادية وخلافية حتى بين شنو جماعة بين علماءنا نفسهم علماء الدعوة السلفية بيناتهم ذاتهم فيها خلاف وفيها نزاع ففي النهاية المسألة هي اجتهادية وخلافية في كثير من جزئياتها دا ما قطيع أو نميمة يا جماعة دا من باب النصيحة زي ما قفت الشيخ الفوزان وقفت الإمام النوع في رياض الصالحين دا من باب النصيحة اديك مثال الآن انت عندك قطعة واطة خلاص خمسة فدان جاء جارك قطعة جنبك شال منها مية متر انت سافرت مشاهدة السعودية كده قد تلاقي خبسة قام قطع منها مية وفك فيها الماء من بقت حقته وصورها جيت راجعة اللي قد شالها حتمشوا وين المحكمة اها هتقول للقاضي شنو في ناس شالوا واطاتي منو الناس زيلي فلان ناس كده هتقول لي كده عليك الله سألك بالله هتقول لي شنو هتقول لي محمد والدحمة شالة صح اها غيبة ونميمة غيبة ونميمة فالإمام النووي قال ليك الغيبة ذاته في حالات ماليا جماعة بتجوز اذا كان في جد عطواطة عفنا ساكت جازت لانه مصلحة جدت الشخصية والمالية فكيف يكون في مصلحة الاسلام والدين الناس بيخربوا في الدين بيخربوا في المنهج السلفي ذاته بيخربوا فيه ويقولوا احنا سلفين وفي التوحيد ما بيتكلموا اصلا الكلام يعني لما نقول ما بتكلموا في التوحيد نقصد منهج الأنبياء في التوحيد مش منهج اللولوة ولك التوحيد حاجة جميلة جدا باسته الموضوع شنو في التوحيد التوحيد عشان تتكلم في التوحيد لابد تتكلم في الشرك وعشان تتكلم في الشرك لابد تحذر الناس من المشركين ومن دعاة الشرك ومن الناس البدعو الناس لعبادة غير الله زي الصوفية والتجانية والسمانية والقادرية والختمية وغيرهم وغيرهم دي دعوة التوحيد عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما نكلم معاز بن جبل قال لا أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله في النهاية قال لي حق الله على العباد شنو هل قال لا أن يعبدوه وانتهى الحديث ولا قال لا أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا ليه قالوا من الاتنين مع بعض ما كان يقول أن يعبدوه وانتهى الموضوع قال أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا لأنه قالوا الكلام في التوحيد ما يكفي تتكلم في التوحيد بس لابد تتكلم في ضده قال لي واشنوا الشرك والكلام في الشرك والتوحيد ما يكفي كلام عام تقول الشرك أمر خطير والتوحيد أمر جميل هو شنو ذات الشرك ومن هم دعاته هو شنو التوحيد وما هو التوحيد لابد تفصل للناس عبادة غير الله subhanahu wa ta'ala والقباب والأضرعة والقبور وعبادة الأولية ودعاة الشرك زي البرعي وزي محمد المنتصر الإزيري وزي غيره عديل توري الناس إذا ما قلت لهم كده أنت ما دعيت للتوحيد ولا داعي التوحيد ولا داعي التوحيد لازم الكلام يكون بالطريقة ويكون بالصورة قال حكم الصلاة قال وراء من يوز الاستغاسة بغير الله ويقول شرك ما فيه لا تجوز الصلاة وراه أي يزل يعتقد شرك يدعو إليه يعتقد أنه يجوز دعاء غير الله أو يجوز الزبح لغير الله والعياذ بالله من ذلك كله أو يعتقد جواز لبس التمايم الحجبات خلاص؟ أو جواز الحلف بغير الله خلاص؟ أو الشيخ العسيمين قال أو ينكر أن الله في السماء قال قال فلا تجوز الصلاة وراه أي يزل لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر برضو لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم لا تجعلوها مقابر لا تجعلوها مقابر دل على أن المقابر ما بيصلى فيها وفي الحديثة النبي عليه الصلاة والسلام ما فصل القبر إذا كان قدام ولا وراه ولا بالجنبات قال صلوا في بيوتكم لا تجعلوها شنو؟ مقابر مسجد فيه قبر ما يجوز تصلي فيه أبداً نعم قلت أجنو؟ قلت أجنو؟ سيئة النسوة صلاة بالمجين المجين 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 ما رأى قال تعالى وما ينطق عن الهوى إلى غيرها دا كل متح للنبي عليه الصلاة والسلام بيوس وكان حسان بن ثابت يمدح النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما كان عنده نوبة ولا كان عنده نقارة ولا كان عنده طنبور ورا الربابة ولا غير ما كان عنده آلة مسيغية شعر بيقوله وأهم من دا ما كان كلام فيه شرك بالله لأنه لما قال تجاري أو فينا رسول الله يعلم ما في غد النبي عليه الصلاة والسلام انتهرة وقال لها دعي هذا وقولي ما كنت تقولين غيب ولا يعلم الغيبة إلا الله فدل على إنه المتح لو كان فيه شرك أو غلو أو إطراء في النبي عليه الصلاة والسلام ما بيوس المذهبت على الليلة دا كل باطل الشوفنا نحن عايته في بلدنا دي دا كل باطل إلا كان فيه واحد نحن ابن عرفه لكن الموجود دا كل باطل لأنه فيه شرك بالله أحمد يا حبيبي دا ما المديح والوحد الثاني دا السوداني ذاته مديح السوداني ذاته أحمد يا حبيبي سلام عليك يا مسكي وطيبي سلام عليك يا شنو تاني يا كاشف الكروبي أهلا بيكشف السوداني ذاته وهنا قالوا الرسول هو البغفر الزنوب ما قال الله ذاته دا الصوفي قال كده المادح فما في حاجة اسمه شنو كده لغة المساء شنو ما عارف العربي والنحو والعراب دا كله بلاذة وغباء وشرك من البرعدة وأكتر زول في البلد أكبر طاغوت نشر الشرك هو البرعدة أكبر طاغوت نشر الكفر في السودان هو البرعدة وربنا كتلوا ريحنا منه الحمد لله الذي بنعمة مصالحات فما يغشك زول بإنش ساكت ولا شعر ساكت وما عارف المديع علم الإعراب وطيب القرآن دا ما هو اللغة العربية ذاته القرآن دا ما بلسان عربي مبين مديح بتاع شنو فالمديح الموجود دا كله شرك وفيه غنى وفيه نسوان بغنن زي غنة ساهور والكوسر وفيه غلو وفيه إطراء وأغلب المديحة الفوش شرك دا ذاته ما مديح للرسول واحدين يمدحوا الكباشي كباشي كم أدى ولد كباشي كم حل عقك كباشي ما عارف يربطيه حل كباشي في كل محل إلى آخره مدح للكباش مدح للبرعي يمدحوا منو يمدحوا المكاشفي أبو عمر ذاك ويمدحوا طيارة ويمدحوا البوكسي ويمدحوا العجوة ناجعانين ذاته مقطعين خلاص فده كله كلام فارغ وباطل وشرك بالله ما بزولي غشك ساكت ما بيوخذ العلم من الحزبين لا يخذ العلم من جماعة أنصار السنة وشيوخها المركز العام والإصلاح كلهم لا يخذ العلم من جمعية الكتاب والسنة لا يخذ العلم من جماعة الصافية ناس مختار البدري وجماعة المكسرين في الحالة بذيل كلهم ما تاخذ منهم العلم أخذ العلم من العلمة فيه عندك كتب السلف موجودة شيخ العسeyمين قال أخذ العلم من السلف الصالح من علماء السلف قال علم أبرك وعلم أغزر أكثر وأكبر وبتصل للعلم سريع كتب السلف أقراها خلاص أسمع على العلماء الربانين الموجودين المعاصرين زي الشيخ الفوزان والشيخ اللي حيدان والشيخ ربيع محمد بن هاد المدخلي والشيخ عبيد الجابري إلى آخره علمائنا الماتوا الشيخ العثيمين والألباني وبنباز وغيرهم من العلماء الربانين تقول تسمع ليلة العديس يحكي لك قصة قصة وداك طلع وداك نزل وبكى وصحى بالليل كله هوسه كلام فاضي ساكل كلام باطل كله خلاس جولي أعطل دعوة التوحيد يا أخ أخونا عليهم مشى المسجد بتاع العدس ذات في يوم العدس جاعي ذات اتكلم عن الشرك واتكلم عن المرغنية قال وإن كنت في هم وغم فقل يا مرغني ودا شرك بالله العدس جاءت ومسك منه المايك ووقفوا وهيت فيه صفية هل يمكن يكون دا سلفي والذي لا رب سواه لا يمكن في نفس الوقت ربنا بعد الشهور جاب له صوفي اسمه البيت صوفي زاكت راسه فاضي قرعوبة جاء قال لهم الله ما في السماء وبتحدى أي زوله بتاع في درس العدس برضو في مسجد الوالدين والعدس قاعد تحت طوالي تحتو الناس راجين الدكتور العدس يرد خلا لمن انتهى والناس مترقبين العدس يرد وذاك انتهى طلع بجاية وطلع بجاية تقول متفقين ما رد عليه أصلا تاني يوم ما رد عليه وثالث يوم للليلة ما رد تقول ليه دا سلفي زولي حارب دعاة التوحيد ويحارب التوحيد ويرضى بدعاة الشرك ويرضى بالشرك ذاته أي الأيمام وحنيفة قال من أنكر أن الله في السماء فهو كافر يرضى كلام زول يقول كفر بالله سبحانه وتعالى وقاعد مبطوح تحته ويمنع كلام التوحيد وكلام الرد على الصوفية في جامع ذات العدس اسمه مجمع الحسن في الرميلة الرميلة دي من أكتر الأماكن الفئة الصوفية شغال قصص في المنابر ولا يعرف من التوحيد إلا اسمه إن التوحيد أمر عجيب برضو ما تكلمت لسا لسا ما تكلمت يا بليد تكلم في المنهج فصل التوحيد حزر من الشرك إن يغش الناس ويخدع الناس دين ما يطلبه المستمعون ما يطلبه المشاهدون يعاين كده لقاهم كلهم سالفين يديهم ليك توحيد شوية كده يعاين كده لقاهم ليك كلهم سرورية ينسى التوحيد تكلم كلام عام إن هذه الأمة تنحصر وتحتضر وإن فلسطين وبتاع دين بتاع لولوة ده ما دين رب العالمين حزيف بن اليمن قال إياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد وربنا عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقون فده ما دينه الله ما يغشك زول ساكن أي زول عند لحية ما أي زول عند لحية سلفي ولا أي زول عند لحية عند دين ذاته تبهوا للمسائل دي ما يغشكوا من ناس شغال بغادي مع ناس شبكة المشكات ومع قناة طيبة العدسة ده ذاته شغال مع سرورية وابو هريرة عبد الرحمن حامد شغال مع شبكة المشكات الإسلامية منظمة المشكات حق التكفرين وحق السرورية ديه الجماعة ديه سرورية وخام مسلمين ما يغشك أبدا وأبدا ما يقدروا يكون بإذن الله مواجهة كده جاهز لله تب تب والله لو بالقروش دارينا بيقدروا بيقدروا ما بتقدر ننتفك والله صوفة صوفة بإذن الله جل وعلا فضل يا شيخنا ما فيه جران في الله ناس جميل يهجروا في الله شنو وإحنا الهاجرنهم في الله انت ذاتك ما تمشي له انت تمشي تعطر ليه ذاتك تهجروا منت في الله مش هما لهجروك انت تهجروا لا ندل أهل بدع وأهل ضلال وأهل حزبية وناس موالي لجماعة الأخوان المسلمين جمعية دار البر ديشنو إخوانية زي ما قال شيخ ربيع جمعية حيات تراث ديشنو إخوانية سرورية زي ما قال شيخ ربيع والشيخ الألباني وغيره من العلماء تهجروا منت يا شيخ انت تكون عزيز ما انت تكون زليل تقول والليلة هجروني انت تهجروا عرفت كلامي نحن يسيناك في العاصمة في الغرطوم هجروا انهم شت شت والمحالة اللي بنجي فيه بيطفوشوا منه طوالي أي محل ننزل فيه نتكلم بيطلعوا بغادي بيشتتوا انت تمشي تحضر ليه ما تحضر ليه ولا بجوز لك تحضر للنازل اطلاقا الله أعلم الله أعلم ما هدر القول فيها لكن الأفضل تقول رمضان مبارك مبارك عليكم الشهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالتاكم شهر مبارك الله أعلم لكن الأفضل منها تقول رمضان شنو مبارك أو مبارك عليكم الشهر كده نعم الحلف مبتدع إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان لأنه ينكر ما علم من دين الإسلام بالضرورة وظهر ذلك جليا في رسالته المسمى بالرسالة المفتوحة إلى بكر البغدادي أنكر فيها ما علم من دين الإسلام بالضرورة جهاد الطلب وأنكر أشياء من ثوابت الدين كذلك جوزوا البناء على القبور القباب والأضرحة الحالة بزاوت وجوزوا خلاص وأصلا وقع في الرسالة رسالة لبكر البغدادي الوقع مع الحالب اللي كانوا زملاء في الأباطيل والكفريات اللي في الرسالة الصادق المهدي وخليفة الفاتح قريب الله يسمونه مين قريب الله القاعدة السادة ومعهم مين 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 كلهم أهل بدعوا معهم الكبيسي دشيع رافضي كلهم سوا مع الحلبي وقعوا في هذه الرسالة الكفرية الباطلة ومن قبل ذلك رسالة عمان الفيها جواز التحاكم للديمقراطية والتحاكم للديمقراطية كفر وجاهلية ربنا قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون فالحلبي دا لأن تابعوا لي وأن صار السنة زاتهم نسى الهواري وأبو زيد وغيرهم تابعوا لي وجابوا آخر مرة جابوا صحة لما صحة جابوا بإسم أن صار السنة واستضافوا الحلبي نفسه فديل زي ضالين جمعين والموضوع دا انتهى أصلاً انتوا بعد دا بسر مقدام واشتغلوا دعو التوحيد حرب الشرك وحرب الصوفية حاربوا الأخوان المسلمين وانشروا التوحيد وحاربوا الشرك وانشروا السنة وحاربوا البدعة دا الفضل اشتغلوا بس كده ما تلتفت جمعية صار سنة جابوا كراتين عجوة جابوا شنو خرفان ضحية كل هذه أديها شلوت كلها بشتغل دعوة أرمي قدام أنا عارب بغشوا بعض الناس ما كل الناس بعض الناس بهذه الأمور واحد بس يضربوا في الغرية يكون خازوك مغزوز في الغرية يدو خروف أو كرتونتين عجوة يجي يلقبت الحلة كلها عشان كرتونتين عجوة تعالنا أديك شوال الصلوبية دا عجوة لعجوة في ناس زمامهم رخيصة ما عندهم زمة واحد يكون تمام وشغال توحيد وسنة وحارب الشرك والبدعة والصوفية كرتونتين عجوة بس تجيب لك راسه يقول لك والله أول حاج يبدأ لك يقول لك يا أخي بس يعني ما ما تبحثوا عن الأخطاء أو دا أول خطوة بعد ذا يقول لك يا أخي ما بزول معصوم بعد ذا تلقاه يجيبهم لك إن هذا يصديف منه العدسي ويصديف منه ويسبوع محاضرات وغيره 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 عشان اتنين كرتونة عجوة سعيره ما يفوت لهم مية جنيه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل عرض من الدنيا قليل زول يكون عزيز بيدينه يا أخي زول يكون عزيز بمنهجه اشتغلوا دعوة نازل أنسوم خالص ولا أبجوكم منها كثير ذاته شغالين في شرع المطار والمنشية والعمارات شارع كم وثلاثين وين ما عارفوا مجد القبلة وشغالين وين خالد موليد ومجد الوالدين بالله ما مكيفات ضاربة ما أبجوكين إلا في عشر سنة مرة إلا يلقى لو عضح حتى نجينا لكن ما في كده ما أبجي عرفت كلامين ده فما أن نازل ما أتخافوا منهم كثير ولا فاضل لكم ذاته اشتغلوا دعوة توحيد يا خجزيري ذي الآن أغلبك باب وأضرح يا أخي نازل يعبدوا في القبور من دون الله اشتغلوا دعوة والحمد لله في بلدنا ذي ما جاء للدعوة الدعوة مفتوح صارى السنة هذا اللي بيعطي لكم ساكن هيا بنا للاجتماع الأول المنبسغ من المؤتمر الثاني والمؤتمر الثاني الذي مبسغ من المؤتمر السسنائي الأول كله هو ولا في مؤتمر ولا في مكتب ولا في كرسي ولا في طربيزة والقبوة ما في أفكي كله هو ساكن انت ما تسمع يقول لك ذا مدير المشروعات بجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان مدير وين وين المشروعات ذاتها يغي يستغلوا دعوة للتوحيد وحرب الصفية صفية الآن بيقولوا غير الله بيخلق في التلفزيون غناة النيل الأزرق غناة مدرمان خلاص جابوا ودى الشيخ الكباشي قال أبوي أبوي الكباشي إن قال لشي كون فيكون جابوا محمد المنتصر الإزيري قال غير الله بيخلق جو التلفزيون ملايين البشر يحضروا السودان والعالم كله وقال يجوز تدعو غير الله وتقول مدد يا شيخ فلان قال الدليل انظرونا نقتبس من نوركم دي للمنافغين يا منافق يا مجرم عرفت وانظرونا هنا ذاته دي الناس قدامهم يوم القيام وده وكفين قدامهم عرفت فده ده بليد وزول مجرم بس وزول مشرك ده كله دائر حرب ودائر توحيد ودائر علم ترد على الناس يلبي علم بأدلة وبآيات بأحاديث بحجج ما تقول تباري أنصار السنة والعدس جاء والعدس مرك ده بملاق قصة ساكت أقول لك أكبر صوف في الله والعدس قاعد تعترق لين جقال الله ما في السماء الله ما في السماء هذه سقاعدة طلع بأجي وده طلع ده ما ترجو منهم خير ولا ترجو منهم رجع إلا أن يتوب ويتوب الله عليهم استغلوا أنتم المجال مفتوح استغلوا دعوة عليك الله خلينا منصار السنة وبتاع ده انتوا خلاص تب واتبوا انتوا البيعتقد في حجاب تميم النفع والضر أو يعتقد في رجل أنه ينفع أو يضر ده ما عنده صيام صيامه ما صحيح دينه ذات باطل دينه تشد باطل زول يعتقد في غير الله إنه ينفع أو يضر من دون الله عرفته ويعتقد في الحجاب التميمة أنها تنفع أو تضر ده كافر ما مسلم لا عنده صلاة لا صيام إن مشى حجة سكن جو الكعبة وما تاب من العقيدة الشركية ده كافر قاعد هناك بس كافر نعم الصيواء الاجتماع هو مجرد الاجتماع في الوفيات ده بدعة ومحرم بعد ذلك دقوا صيوان اجتمعوا في الصيلون لأنه في الناس بيعتقدوا إنه بس الصيوان ده الحرام لو اجتمعوا في الصيلون برضو حرام لو اجتمعوا اجتماعوا في الشجرة برضو حرام عرفت لقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من شنو النياحة والنياحة من الكبائر يبقى الاجتماع ذاته من الكبائر ما من الصغير من الكبائر عزادة من شيخ فيه شنو انت قاعد ليه عليك الله جيب قهوة مع لكتين عليك الله سكر تبقى ميتا وخيرا بديار عز يفوت تبقى لكم على القهوة السلام عليكم وعليكم السلام ان الله ما اخذوا له ما اعطوا كل شيء عنده بمقدار اصبروا واحتسبوا او احسر الله عزاكم وتتخارج تفوت ما تخد صلبك ده تقعد حرام فوت طوالي قاعد ليه ديال قاعدين بتونسوا بالمريخ والهلال ديال قاعدين بتونسوا بالسياسة الترابي والصادق المادي والليبرالية والسندكالية غاني وديك بتاع النسوان وبلاوي كله الناس يتخارج احسر الله عزاكم انت مش طوالي ما تقول انت قاعد راجي شنو انا ده حرام دي ورناكم لها انت قاعد في المحل ده منتظر شنو شنو جاي الصينية دي امش خليجي بولك في بيتك هناك هنا الاجتماع حرام ما يجوز الكلام ده ما يجوز ودي من الابتلاءات اللي ابتلنا بها في البلد دي في جماعة صوفية عملهم صفحة في اليوتيوب الطرق صوفية كلها قالوا بيردوا على بعض الردود انا كان رديتها على الجفري فقام جاب اسر كذا قال عمر بن الخطاب مش عزة في الشاب قال دبيو جواز استقبال العزة والجلوس فيما كان العزة وينو الجلوس وينو الجلس كون التعزي وترجع تمشي ده ما حرام دي سنة من عزة اخاه في مصيبة انكساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة لكن كون التجي تقعد تتكسر ده الحرام ما تقعد امي جعزي اركب مني امي جعزي سلام عليكم حسن الله عزاكم ارجع طوال بيتكم ارجع طوال محل ما جيت ارجع ده ما فيو حاجة دي سنة لكن تقعد وزيد عليك الله زيد الشاي وجيب عليك الله دمعة وزيد الملاحدة ده كل حرام كنا نعد الاجتماع الهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة اما حديث اسمعوا لآل جعفر طعام لآل جعفر طعام فإنه قد أتاهم ما يشغلهم درد على الصوفية مش دليل لهم درد عليهم في وشهم لأنه قال لك آل جعفر المات لهم جعفر ديل هم مشغولين بل مصيبة وحزنانين ما قادرين الأكل بتاع نفسهم يسوو وبتاع عيالهم قال للناس جيرانهم وعملهم أكلهم يأكلهم مش جيرانهم يجي أكلوا عندهم مش جيرانهم يجي تكسروا عندهم في إمتى الحتة دي فده رد عليهم ما دليل لهم لأنه ده من الأدلة لهم لا 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 عزة يتخارج طوالي عرفتها؟ هنا ده سد للزريعة سد للزريعة وإن أفتاك الناس وأفتوه قال الصحابة شوف الصحابة قال لك الكلام ده الصحابة ده أن قالوا لك أحاديث كرام الضيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أن نقل من الحديثة أنت قابلت الرسول؟ طيب أن نقل منه؟ الصحابة الصحابة هم من نقلوا أحاديث كرام الضيف ونقلوا لك القرآن ذاته قال لك كنا نعد لاجتماع إلى أهل الميت أي اجتماع؟ يمن بره ولا يمن قريب ولا من بعيد؟ كنا نعد لاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة أسألك سؤال زول جا من دنقلة وقعت هنا وداك جا من القضارف وقعت وداك من كسلة وقعت وداك من الغرب وقعت اجتماع أم لا اجتماع كنا نعد الاجتماع إلى أهل المين وصنيعة الطعام بعد دفنه من شنو النياحة خشة في النياحة طوالي بتاع القضارف وبتاع الدنقلة وبتاع الدمازين كلهم خشوا في الاجتماع وفي النياحة عزيزة يا خمش يا أميش طوال إن شاء الله تبيت في بيت تاني وتخرج يرجع لأنه لو فتحنا الباب دا جماعة داك بيقول جاي من بعيد دا بيقول من قريب لكن والله فتران زي جاي من بعيد كلهم بيقول شاكده الشريعة أتت لسد شنو الزرائع ما بي فاتحة جماعة منه قال أقرأ الفاتحة على الميت ليه ما نقرأ صوت البغرة ولا لأنها طويلة بتوجع الرجلين ليه ما نقرأ البغرة ألف لا أمي إم ذلك الكتاب لا ريب فيه دل المتقين الذين منونوا بالغيب تقرأ كلها لحد فانصرنا على القوم الكافرين جزئين وربع كلها تقرأ ليه قال صورة الفاتحة ما البغرة برضو صورة مون قال صورة الفاتحة دا سؤال تسأل لنفسك يجي طوالي ولقى الفاتحة ياخد كلام نجرسه به من رأسه مساكن ما في كلام زي ذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لإن ابن بنتك نفسه تقعقع حديث البخاري قال ارسلوا لها وقولوا لها إن لله ما أخذ ولوه ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر والتحتسب للتعزية أو ما يقوم مقاما العلماء قالوا أحصل لا أعزاكم أو كده لكن تقرأ ليك صورة دي ليك انت زاءتم أهل الميت فهذا ما صعيه أهل الشرك وأهل البدع من الكرم أن يزلوا من الكرم أن يزلوا تزلوا ربنا قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين أنت تكرمهم ذو المبتدع داعية لبدعة أنا أقصد أما عوام الناس ذيل ممكن تألف وشان تدعو للتوحيد العوام من الناس لكن ذو عنده طريقة ده سماني ويرقص في الحلقة وده شيخ الطريقة ودول الحوارين بتاعينه من الكرم من الكرم أنه تزلوا عشان أنت تكون كريم تزل الناس ذيل تقال إن الكرم ده بس أيه ذوال تجيه تجيب له شاي ودجيب له عصيدة وتطبع له وتأكله زول فيه زول بالزل أنت هنا كريم تزلوا أنت هنا كريم لابد تزلوا ده جا قال لك والله عندي الحران ده طبعا وجينا من خلوة الشيخ المكاشفي ودائر النفطر معاك فضل أطلع بره أمشي بره كده أنت كريم كريم كرم ما له حدود كرم ممتاز جدا جدا ليه لأنه ده بحارب رسول الله مبتدع بحارب السنة ليس ممبتدع لأنه بحارب السنة عرفت بحارب السنة فده تطرد أنت هنا أكرمت الدين وأكرمت السنة وأكرمت دين النبي عليه الصلاة والسلام فأنت كريم تعظيم أهل البدع وأهل الشرك هدم للدين تحية المسجد قبل آزان المغرب فيها خلاف والراجح أن تصليها لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل حدوكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أي وقت حتى وكات النهي أما بعد أزان المغرب وكت النهي ما له يا جماعة زال والوقت الفي والخلاف في الصلاة برضو شنو؟ زال أزن المغرب تصلي ما تخش تقعد زي الصوفي طوالي تقعد تصلي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل حدوكم المسجد فليصلي ركعتين وقال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء قلت شنو؟ ديل صوفية جماعة التبليغ جماعة التبليغ ديل صوفية جماعة صوفية نقشبندية دا أصلها من برة واللي هنا ديل ممكن يكون تيجانية ممكن يكون سمانية جزء منهم ممكن يكون ختمية عرفتها؟ فديل أصلا هل بدع وصوفية أصلا شكية القام بنزل في المساجد اللي فيها قباب وقبور وأضرحة تلقى قاعد عمل فيها في غيمة الليل كل صلاة داك باطل والصبوع باطل دا غيمة الليل في جامع فيه قبور صلاة الصبوع بقاعد باطل قال صلي تعبان والشياطين تأزهم أزة تلقى مساهر وتعبان وقال نفسه بغيمة الليل دا كله باطل ربنا قال هل آتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشع عاملة ناصبة ربنا قال تصلى نارا حامية عمر بن الخطاب كان لما نقراه يبكي ولما نجوف له عابد نصران في صومعة يعبد بشدة وبقوة كان يبكي لأنه دا عبد بجهل ولم يزد من الله إلا بعده فيماعة التبليغ دي الناس جهل يا أخي جهل يقول لك معنى لا إله إلا الله معناة لا معبود إلا الله ومعناة إخراج اليغينة الفاسد ويدخال اليغينة الصالح واليغينة الفاسد عندهم يهو التوحيد التقالج اليغينة الفاسد التطلع دا دعوة التوحيد واليغينة الصالح دا دعوة التواغيط ودعوة الشرك ودعوة الصفية ودعوة البدع دا خلاصة جماعة التبليغ عندهم كتب ككتاب تبليغ نصاب أو تبليغ نصاب لمحمد الياس الكاندهلوي الدهلوي دا كله شرك وعبادة قبور من دون الله وأعظم مركز لهم في مدينة دلهي في الهند وده مركز الأول لهم في العالم عرفته؟ دا ذي والآن أكتر من ثلاثة وأربعة قبور وأضرحة مدفونة جوى الجامع تعبد من دون الله من بين تلك الأضرحة والقباب قبرة محمد الياس الكاندهلوي الدهلوي فدي الناس صوفية أصلا ما يغشوك باللحية نحن مشلتنا أنه أي زول رب بلحية الواحد شنو؟ بيتخذع به حلاس؟ الزول ما يتخذع بمجرد اللحية فقط وإن كانت من الدين وهي واجبة لكن باقي المنهج وين؟ فيماعة التبليغ دل من أعداء أعداء الناس للدعوة السلفية حتى قال إمامهم لو كانت لي سلطة لحرقت كتب ابن تيمية ومحمد ابن عبدالوهاب ومحوتها من الوجود يا ناس عداء عداء حتى لو أداك ريحة دلك لك هنا برضو عدو اليوم أنت قمت تتكلم في الشركة وفي الصوفية ده أول واحد بيبصبط البلاغات ده أول واحد بيجوط وجرب الحكاية أول واحد بيجوط البلاغي ده زاك قم تتكلم في البرعي أول دول بيجوط البلاغي ده يا قم مرك فات ما يقول شوك ساكن سبّلوا كيف يعني يعني ما يفرشوا ما يشتغلوا بهم يا جماعة في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام ما سلم من كلام الناس قالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا مجنون وقالوا كذاب وقالوا شاعر كله قالوا فيه فالقابط على دينه كالقابط على الجمر في هذا الزمن ولازم تبتلى في تطبيق التوحيد والسنة ومحاربة الشرك والبدع لابد تبتلى لابد يحصل لك ابتلاءات وتصبر ربنا قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فلابد تصبر تصبر يا جماعة ويا أخواننا يصبر الدين دي يطبق تمام ويمشي في الأرض دي تمام وفي قريتكم دي تمام لابد من الصبر والإخلاص واليقين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فضل أيوة لا لا إذا كان ضبيحة كرامة ساكت ما في مشكلة بيت بنيته أو جامع وغيره ما في مشكلة أما إذا كان ضبيحة بعغيدة إنه ضبحتها شأن العتب والجن ما يسكن والشيطان ما يدخل وهو الاخري دشرت والضبيحة الضباحها دي بقت فطيصة ما يجو استاكل منها لا شيء لا كمونية لا أي حي كلها فطيصة شيلوها يجدعوها في أقرب كوش لأنه مما أهل لغير الله به ضبحوا على الشيطان ضبحوا على الجنة شأن ما يجي شأن ما يسكن ما ضبحها له الله فما يجو استاكله والزبح لغير الله العلماء قالوا من باب الكفر الأكبر ما الأصغر ما الأصغر زول يضبح ضبيحة بعغيدة زي دي ده كفر أكبر زيه زي الزول الشال خروف وضبحوا للقبر أو للضريح ده برضو كفر أكبر لأنه ربنا قال فصل لربك وانحر يعني برضو لربك برضو يعني ما لي غيره الشي اللي بيعملوا الصوفية ده في كتير من القرى هنا وهناك ده شرك أكبر مخرج من الملة لكن في ناس بيعونوهم من الأخوان المسلمين ومن المجرمين بعونوهم وبغطلهم لما نتكلم فيهم يقول لك لا يا مولانا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحكمة إنك تحارب الشرك لو ما حاربت الشرك أنت ما عندك حكمة ربنا قال وَلَقَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ بعد ذاك أول حاجة دعا لغمان ابن شنو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ده الحكمة وده الزول الحكيم البحارب الشرك لكن الناس بيخافوا من الكلام في الشرك لأنهم بيظنوا إنه بيقطع المصالح بيظنوا كده إنه بيقطع المصالح والمنظمات بتوقف الدعم منك والجماعات والجمعيات والجمرمات كلها بتوقف الدعم منك الناس بيظنوا كده لأنوا ما عارفين إنه الرزق ده بيضرب العالمين الناس اللي بيظنوا الظن ده ربنا قال وفي السماء الرزق ده ما تحت ما عم منظمة ولا جماعة ولا جمعية لازم تفهم إنه الرزق ده في السماء ذاته وما في الوعط ذاته وفي السماء رزقكم وما توعدون ده لو ما فيه إمتى إمتى تعني ما بتفهم أي حاجة نعم وده من الربوبية نعم المزامير ما كان الزنبارة ما كان الزنبارة يعني يعزف آلة عصف زي ما بيقول الترابي وجماعة داود عليه السلام كان يرتل آيات الله سبحانه وتعالى وجاء في البخاري أن داود كان يأمر بدوابه فتسرج ويقرأ القرآن إلى أن تسرج القرآن والقرآن المقصود الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مقصود بالكتاب الذي أنزل على داود عليه السلام وسمي قرآنا لأن القرآن لغة هو الكتاب شنو المجموع يعني زي ما قال ابن حجر فمزامير زنبارة ويعزف أورغان أو موسيقى دا باطل ودا كهزب الشيخ الهواري الشيخ الهواري عقيدة ومنهج منهج الأخوان المسلمين الهواري وشيخه الأكبر الذي درسه وزكاه هو الهواري ذاته جابه لحد السودان لحد الهواوير والمزاد تكفيري اسمه دكتور منه؟ محمد بن ناصر السحيباني والهواري بينفسه كتب قال دا شيخي الأول كتب وجابه من هناك عرفتها؟ وده الأشرف له على رسالته بتاعة ماجستير ولا دكتوراه ما عرف فالهواري دا أصلا منهجه منهج أولئي السرورية ومنهج الأخوان المسلمين دا منهجه يا أخي يا أخي الصوبية شغالين ناس محمد المنتصر والجماعة ديل شغالان محاضرات حبوب منع الحمل والرحم ما عارب شنوه؟ انت زول عجيب جدا النازل شغالين شرك بعربوا في التوحيد ها؟ بيمنعوا في التوحيد أنت بتمنع حبوب منع الحمل دا يأتوا منهج دا يأتوا منهج دا يأتوا منهجه منهجه؟ منهج فاشل والهواري زكي سيد غطب والهواري يشتم الشيخ الربيع والشيخ النجمي والشيخ عبيد الجابر ويشتم علماء السلفية ويمدح سيد غطب وعلماء الإخوان المسلمين زي سيد غطب وذاك اسمه منه؟ محمد عسين يعقوب ومحمد حسان والحلبي الهواري مبتدع زيهم واحد واحد وأسا ناظرا لزيرك دا وطلع على بيان نحن مناظرة ما عارفين الحصل فيها وكله لكن طلع بيان به من البيان دا وبعد دا لنا كنا نتمنى انه الهواري ينتصر لانه في النهاية داك مشرك صح او ما صح الصوفي داك ما بنقول الصوفي داك يعني اقل سوءا من الهواري بل اكعب من الهواري من بابا الانصاف كنا نتمنى ينتصر لكن كلامنا في البيان الشينا اطلعوا الهواري قسم الصوفية لعقلاء عقلاء الصوفية ومع عقلاء الصوفية يا هواري قدين عاقل واحد من الصوفية واحد بس صوفي واحد عاقل لقاك صوفي عاقل البرع عاقل المكاشف عاقل القريب الله غيره 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 الناس يدعو لك الشركة يكونوا عاقلين كيف أدينا صوفي واحد عاقل يا دكتور الهواري صوفي واحد هذا المنهج منحرف الهواري ده اشتغلوا دعوتكم يا أخي ما زي ده فارق شنو يعني زي واحد يا مجل سيد غطوب ويا مجل الأخوان المسلمين ويا زم علماءنا علماء السلفية ويقول حكام المسلمين طواغيت وتربية اليهود شجر الغرقة صنيعة اليهود يقول للحكام منهجوا أسوأ من عبدالحيزات حمد الأمين إسماعيل اشتغلوا دعوة يا جماعة اشتغلوا للتوحيد انسوكوا من النازل نازل ضاعوا خلاص واضح زي وماحد اهد اصبت صلاة التلاويح تصلي الأفضل السنة ركعتين وسلم ركعتين وسلم ركعتين وسلم وتجلس بين كله أربع ركعات ترتاح أكثر من الباقي كما كان يفعل الصحابة ويجوز انك تصلي أربع ركعات ملصقة مع بعض كلها بسلام واحد وتشهد واحد ما زي الظهر وأربع ركعات تاني بسلام واحد وتشهد واحد والصلي بعد ذلك ثلاثة ركعات بتشهد واحد وسلام واحد أو تصليها ركعتين 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 وتختم بشنو بوحدة زي ما يفعلوا الآن ده كله جائز يجوز تصليها حداشر يجوز تصليها طلتاشر ويجوز تزيد على الطلتاشر لكن الأفضل حداشر وطلتاشر لأنه ما أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام الثلتاشر والحداشر والسنة في أن القراءة تكون طويلة ما يخفف فيها زي باقي الصلوات المفروضة الخمسة ولو خففوا فيها ما حرام ولا بدعة لكن الأفضل التطويل فيها ولا يجوز أن يقروا بين الركعات صور ولا يجوز أن بين الأربع ركعات يعملوا نصاح ومواحص دي بدعة ودي بدعة أفتى بذلك الشيخ العسيمين وابن باز والألباني رحمهم الله الموعظة بين التطويل حتى يعملوا في بعض المساجد تعت أخواننا بين الأربع ركعات دي برضو بدعة والقراءة بقراءة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بين الركعات أو قلوه الله حد أو المعوزتين دي كل شنو يا جماعة بدع قراءة في الحتاة دي صحابة كان برتاحوا بس برتاحوا بس أو يسب سورة الإخلاص هكذا هكذا ده خلاف السنة أيما نعم قال الله أكبر نويت أن أصلي صلاة الظهر ده ما صحيح السنة إن النية مكان القلب ولا يتلفظ بها أبداً في أي عبادة من العبادات نعم الحج ده ما تلفظ بنية حج لما تقول لبيك حجاً أو لبيك عمرة متمتعاً بها لا حج ده ما تلفظ بنية قالوا ده من إظهار شعائر النسو الشيخ العسيمين قال ده ما تلفظ بنية نعم محمد مصطفى عبدالقادر محمد مصطفى عبدالقادر قال الصحابة رسول الله كان عندهم هوى وكان بيحبوا الدنيا واختتلوا من أجل السلطة أهاي انت رأيك شنو ها وقلنا لا توب قال ما بتوب انت رأيك شنو نحنا حكم الشرعي فيه إن الزلد على باطل إضافة لأنه مع المركز العام ويمدع في أنصار السنة للنار بعد ما كان بيشتمهم أنا ما عارف الحصل الجديد شنو يعني خلاص فشتموا الصحابة وسبع صحاب النبي عليه الصلاة والسلام ونصحوا الشيخ الفوزان أبا يقبل نصحوا الشيخ محمد بن هادي أبا يقبل رد عليه برضو عبيد الجابري والشيخ العباد عبدالرحمن محمد محيد الدين كل العلماء دي ردوا عليه أبا يقبل وقال ما بتوب عدير كده ما دي السفيد السفيد كيه وذول بيسيب وذوله سبب أبوه كده وابتحدر له يا شيخنا ذول يسيب الصحابة تقول يستفاد يستفاد كيه يا شيخنا لو ذول سبب أبوك بتستفيد من محاضراته القديمة قبل مئتين سنة أبوك انت ده لو سببه بتسمع له طيب الصحابة أحبولك ولا أبوك ذول سبب الصحابة تاني ما تسأل لا تستفيد منه قديم ولا جديد ولا حديث ذول سبب الصحابة ده يترك نهائيا تاني ولا يستمع له إلا أن يتوب إذا أتبب التوم له مفتوح لكن ذول قال ليك أنا مبتو وكله موجود موسق بالفيديو التهجد بعض العلماء قالوا تصلي مرة واحدة زي الشيخ الألباني وبعض العلماء قالوا يوس تصلي ما لا عدد له من قيام الليل صليت في الأول وجد تراجع تاني صليت من جديد قالوا بيوس زي الشيخ العسيمين والشيخ بن باز والشيخ الفوزان وهذا ما نراه والله تعالى أعلم جزاكم الله خير بارك الله فيكم اجمع